ميني ماكس أو هايلو اي اي اصبح في ميزة جديدة وهي ميزة توليد الصورة اللي انت حتستخدمها في عمل الفيديو الموضل الجديد الموجود حاليا وهو اميج او وان بيمكنك ان انت تعمل حد اربع صور وتختار ما بين الاربع صور دول الصورة اللي انت حتعمل بها الفيديو هل الموضوع ده يستحق ولا لأ وهل النتيجة زي ما بيقولوا كده داخل هايلو اي 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 الاميج بتكون هاي كواليتي هنشوف الموضوع ده مع بعض الوقتي بشكل عملي ونجربه ونشوف النتيجة اللي حيدهننا والفيديو الناتج من الصورة اللي احنا حننتجها من هايلو اي 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 وحنقارن ما بين هايلو اي اي وصورة تانية جايبنها من موقع تاني نعمل بها الفيديو ونشوف الفرق مع بعض هل ممكن يكون لسه بدري شوية على هايلو اي اي في عملية انتاج الصور ومحتاجين نمازج افضل ولا لأ ده اللي حنعرفه النهاردة ما ترحوش في اي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناتكم اليوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معكم مروة سليمان وفيديو جديد على القناة النهاردة زي ما قلت لكم هنختبر مع بعض الكريات امج الموجودة داخل هايلو اي اي باستخدام موضل امج او وان شوف النتيجة مع بعض كل عليكم انت هتروح للرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو وتروح تدوس على كريات امج وتبتدي تكتب هنا الامر انا كنت جاهزة بالامر already حطيت الامر وهنا الموضل اللي حيكون ظاهر عندك هو او وان وبالنسبة الاسبكت ريشو عندك حيكون 16 لتسعة واربعة لتلاتة واحد لواحد وتلاتة دي اربعة وفيه امكانية ان انت تعمل enhancement لي الامر تحسن الامر وممكن تخلي الامر زي ما هو انا هنا ما حسنتش الامر انا سبت الامر زي ما هو ورحت دست على generate بعد ما اخترت عدد الصور اللي انا عايزة انتجها انت عندك لحد خمس صور وهنا بيديك فرصة ان انت تختار ما بين خمس صور علشان لو انت هتاخد الصورة دي تحولها الى فيديو وده فعلا اللي حصل انا اخترت صورتين فقط ان هو ينشئ لي صورتين عشان اختار ما بينهم وعملت generate او create من هنا طبعا هنا بيظهر عندك الكريدتس اللي انت هتفقدها في عمل الصور هنا two credits فهنا اخد بالك كل صورة بone credit فحاول ان انت ما تهدرش كريدتس كتير لاني اعتقد الفيديو الواحد بياخد 30 كريدتس فحاول ان انت ما تهدرش الكريدتس اليومية بتاعتك التاليك 100 في توليد الصورة وتوليد الفيديو الاتنين مع بعض وبعد كده هبتدي عمل create وتم توليد الصورتين انا بس عملت الموضوع ده كده من قبل مسبقا وهنا ده الصورتين اللي تم توليدهم الكواليسي بتاعتهم جيدة الى حد كبير دلوقتي هنقارن الموضوع ده ونفس الامر هناخده نعمله باستخدام نموذج اخر ولكن احنا كنا لازم نختبر هايلو اي اي في انتاجه للصور من خلال الصورة اللي عجبتك هتبتدي ان انت تنشئ بيها الفيديو طب هننشئ الفيديو ازاي هبتبتدي مسلا تروح على صورة زي الصورة دي وتبتدي تروح للثلاث نقط الvertical اللي هما بوضع رأسي وتبتدي تدوس image to video في امكانية ان انت تستخدم الصورة كreference subject reference انا هنا بس النهاردة هاختبر image to video image to video هبتدي اختار هنا الموضل اللي انا عايزة اعمل بالفيديو بتاعي انا هاختار الdirector اللي بيديني cinematic scenes او مشاهد وبالنسبة لي الحركة بتاعة scene او المشهد اللي هو camera movement انت ليك cinematic shot والfree selection cinematic shot هتختار shot من دول وعندك free selection في 3 حركات او three movements ممكن تختارهم انا هفضلا انا اختار cinematic shots بصراحة هنا ممكن اختار الشوت ده right circling هيكون بالنسبة لي افضل وبعد كده هبتدي ان انا اعمل generate ونشوف النتيجة مع بعض بناء على الصورة اللي تم انتاجها ايضا بhigh low AI لحد ما يتم انتاج الفيديو الفيديو هياخد وقت لو انت مش عامل subscription او ملكش membership على الموقع فممكن ياخد معاك من 30 ل40 دقيقة فقلت انت هيزيه الفرصة ان انا اروح للموقع اللي كلمتكم عنه الفيديو السابق وهو من run division اللي هو run it from run division website وقلت انجرب مع بعض نفس الامر ب juggernet pro flux طبعا انتوا عارفين flux models كلها رائعة وجيدة واي model A مع لبنية flux بيديني جودة عالية انا اخترت juggernet pro flux وهو بيستهلك credits حوالي 20 credits انت بيكون لك زي ما قلت لك بيتجدد لك حوالي 250 credits في اليوم ده الصورة بتاعته هتستهلك فقط 20 credits في حاجة كويسة جدا حطيت نفس الامر حددت الامج size سبت الsetting زي ما هي وروحت عملت run it وعطاني هذه الصورة صورة ايضا وقعية وجيدة تفاصيل بتاعت الصورة من وجهة نظري انا افضل من تفاصيل الصورة المنتجة بوسطة image o1 نقدر نحط الاتنين دلوقتي جنب بعض ده حيبان معاك ان ممكن تكون حاسس ان الصورة الخاصة بي image o1 وقعية شوية اكتر ولكن الصورة دي ايضا جيدة يلا بينا ناخد الصورة دي ونروح بيها على hi-lo AI ونبتدي ان احنا نستخدمها علشان نعمل بيها فيديو تاني ونقارن التو فيديوز بنفس الامر ونشوف النتيجة النهائية هتبتدي تروح لي create video على طول من خلال الموقع وحتختار image to video طبعا احنا عارفين في image to video text to video والsubject reference لو انت عندك image تستخدمها كreference احنا هنستخدم image to video وهنا هبتدي ارفع الصورة اللي انا قمت بانشاءها بران ايت بالjugernet flux ادي الصورة وهنا برضو في امكانية ان انت تعمل enhancement للبرومت ولكن لان انا ما كنتش مفعالة تحسين الامر في الفيديو الاولاني فمش هعمل تحسين وهنا بالنسبة للكاميرا movement هاختار نفس الموفمنت بتاع الكاميرا اللي هو كان كالقاتي ان احنا روحنا لي cinematic shots واختارنا write recycling وهو ده اللي احنا استخدمناه هو هو يعني انا هروح بس اعمل delete لده لان انا already يعني مختراه هو هو وهنا بالنسبة لي الموديل اللي هستخدمه في توليد الفيديو هيكون نفس الموديل اللي هو i2v01 director وبعد كده هبتدي ادوس generate وايضا هيستهلك الفيديو الواحد 30 credits وهياخد وقت شوية حلوين يعني ولكن في الاخر هنشوف النتيجة ما بين the two videos عشان نحكم عليهم لكن انا من وجهة نظري حتى الان ان الصورة اللي تم تولدها باوة يعني ينقصها شوية جودة دي وجهة نظري الشخصية يعني جودة بتاعتها لو عالت الصورة التفاصيل بتاعتها حدان بالنسبة الجاجر نت اللي احنا استخدمين من شوية flux زي ما انتوا شايفين النتيجة رائعة وانت بيبقى لك 250 credits بشكل يومي بتستهلك في الصورة دي باستخدام 20 credits فحاجة جميلة جدا يلا بينا نشوف النتيجة بتاعت the two videos ونقارن ما بينهم في النهاية الفيديو التاني تم انشاؤه تعالوا نبص بقى على الفيديو ايدي الشخص يعني بصوا النقلة برضو النقلة غريبة شوية طلع من المكتبة راح على يعني لأنا صورة المكتبة عربية نقلة كبيرة مش عارفة بصراحة الفيديو هنا غريب شوية غريبة ولكن الشخص في الصورة محافظ على شكله الاصلي اللي موجود في الصورة نفس البلوفر وده اللي يهمنا في الجزء ده يعني هنا الشخص محافظ على شكله الاصلي ده بالنسبة لي الفيديو الاول يعني تم انشاء الفيديو الاخر تعالوا كده نبص على الفيديو التاني الشخص قامل مكانه بيتحرك او بيتجول داخل المكتبة برغم ان الصورة اللي دخلة حلوة الا انه تعاملوا مع الصورة اللي انا رفعها مع طنيش الجودة اللي انا كنت اتمنها في الفيديو الفيديو حسنه مهزوز شوية الدقة بتاعت الفيديو مش احسن حاجة ومش افضل حاجة الصورة اللي تم انتاجها بواسطة هايلو اي 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 كانت في تنفيذ الفيديو افضل هنا بالرغم من ان انا جبت صورة افضل واحسن من وجهة نظري في التفاصيل من الصورة اللي تم انتاجها بواسطة ايميج او وان الا ان انتاجه للفيديو الخارج من الصورة اللي هو اعطها لي افضل بكتير من الصورة اللي انا برفعها معرفش هل انت متفق معي ولا لأ ولكن احب اسمع رأيكم في التعليقات اشوفكم فيديو قادر بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وياديت لو فعلا اللي احنا بنقدمه بيعجبكم وبينيل على رضاكم متنساش لايك وشير والكممنت لان ده بيدعمنا ويحفزنا ان احنا نقدم كل جديد لو كنت اول مرة تشوفنا ندعوك ان انت تاخد كده تور في القناة وان شاء الله هتلاقي فيها فيديوهات كتير تعجبك وتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعال الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة